اهلا بكم جديد في حصة مغاربية في الوقت الذي اختلفت مطالب الاحساب التونسية من الحكومة الجديدة بقيادة نجلا بودن اتفق اغلبها على اهمية تمكين المرأة من تسع وزارات في الحكومة واختيار اسماء لا تتعلق بها شبهات فساد اضافة الى اعتماد معيار الكفاءة في الاختيار فيما انتقد اخرون تعيين حكومة جديدة دون الرجوع الى البرلمان الذي وقع تجميده من قبل الرئيس التونسي قيسي سعيد بينما بدأ الشارع التونسي متفائلا بقدرة الحكومة على حل المشاكل الاقتصادية للبلاد في ظل امكانيات الكفاءات الوزارية المختارة على تفاهم مشكلات المواطنة وتواجه حكومة نجلا بودن عدة تحديات واولويات اهمها الملفان الاقتصادي والاجتماعي لنزيما في ظل تفاقم ظاهرة البطالة وغلاء الاسعار والازمة المالية المحتدمة بين المتفائل والمتخوف من نتيجة التعيينات الوزارية تتباين مواقف التونسيين والطبقة السياسية منذ الاعلان عن تركيبة الحكومة بقيادة نجلا بودن حكومة تحمل على عاتقها إرثا من الأزمات حيث ستبدأ مهامها بإصلاح وضعية المالية العمومية وإيقاف نزيف التداين الخارجية وتوفير الاستثمارات ودفع عمليات الإنتاج في مختلف القطاعات مسؤولية تحتاج بحسب مراقبين لدعم محلي ودولي أولى الملفات التي على الحكومة معالجتها هو الملف الاقتصادي باعتبارنا في فترة إجراءات استثنائية جاءت نتيجة للأزمة الاقتصادية الخانقة وبالتالي فتح قنوات مع مؤسسات المالية العالمية تنشيط الاقتصاد أو الدورة المالية الوطنية فتح قنوات اتصال مع كل الفاعلين الاقتصاديين سواء المنظمات الصناعة والتجارة والفلاحين وغيرها والبحث خاصة عن تمويلات خارجية وتدخل الحكومة قصر القصبة بعجز تجاري نهز الأربعة عشر في المئة وتفاقم للبطالة بأكثر من خمسة عشر في المئة نهيك عن تداعيات أزمة كورونا على القطاع السياحي والخدماتي تحديات سيحدد من خلالها الشارع موقفا واضحا من الحكومة وإن بدى شق واسع منها متفائل عنا ثيقة دي جا حاجة كنا نستنىوا فيها شعب كامل تونس كاملة كانت استنى فيها سيخطوه بعد عشر سنين عاديناهم بطالة اهميش فقر معناها التونس حسد في غنس بين كانت قبلة الثورة بعد الثورة قيس سعيد والحكومة اللي صارت كانت الأمل اللي استنى في تونس كاملة طبعا كل ثيقة لأن منذ ما سمي بالثورة لم تكن في خدمة الشعب التونسي كل الحكومات التي مرت وكل الأحزاب التي مرت كان همها السمسرة واستغلال الشعب استغلال طيبة هذا الشعب العظيم له تاريخ كبير ولذلك نحن لناثيقة كاملة في الرئيس قيس سعيد الأحزاب السياسية من جانبها انتقدت مرور الحكومة دون تصويت برلماني ودون سقف سياسي واضح غير أن حكومة بودن والتي جاءت بناء على أحداث الخامس والعشرين من يوليو ستكون مغيرة تماما لسابقاتها شكلا ومضمونا وفق تصريحات الرئيس تبدأ الحكومة الجديدة مهامها رسميا في تونس بحزمة تحديات اقتصادية واجتماعية وأمنية في ذل اختلاف التصورات والمواقف حول فرص وإمكانيات نجاحها في الفترة الانتقالية خاصة وأنها حكومة بلا سقف سياسي ودعم حزبي نجلة أبو خريسة الغد تونس وينضم إلينا من تونس محمد لمسليني وزير تجارة الأسبق القيادي بحركة الشعب أهلا بك معنا في حصة مغاربية سيد لمسليني تكلمنا كثيرا معا في هذا البرنامج عن الحكومة وعن تأخيرها في تونس اليوم وقد تشكلت هذه الحكومة ما تقيمك المبدأي حول هذه التوليفة الاختيارات أبرز التحديات في البداية مساء الخير لك ولكل متابعي القناة على مساء طبعا الإعلان عن تشكيل الحكومة أمس كان حدثا وطنيا بامتياز نظرا لأن تجاوزنا مرحلة من مراحل إعلان 25 جوليا وأيضا شكل الحكومة أيضا في تمثيل المرأة وكوادر تونسية من الجامعة التونسية أو من الإدارة التونسية لا تشوبها على الأقل إلى حد الآن لم نرى أي شبهات فساد عند السيدات والسادة الوزراء للمكلفين هذا في حد ذاته نقاط إيجابية عديدة في صالح هذه الحكومة التي عليها أن تنطلق من الآن في دراسة الملفات وبحث عن الحلول نحن لا نطلب من هذه الحكومة المعجزات لا هذا غير ممكن لأنه نعرف نحن في حركة الشعب نعرف صعوبة الوضع نعرف إمكانيات للحكومة وأي حكومة ولكن لا بد من إنجازات على الأرض لصالح هذا الشعب فيما يتعلق بكثير من القضايا مثل موضوع الأسعار الذي أشرته إليه مثل موضوع العطال عن العمل مثل موضوع إرجاع هيبة الدولة أي إرجاع الدولة لشعب وتطبيق القانون على الجميع ومقاومة الفساد والتجاوزات هذه كلها يمكن أن تبدأ الحكومة في فتح جملة من الملفات وإرساء ضوابط وقواعد وأليات لوضع منظومة إصلاحية تساعد على تجاوز الكثير من الهنات التي عشتها البلاد تيلة المرحلة السابقة في هذا الجانب طبعا الشعب سيحكم لهذه الحكومة بناء على ما ستنجزه في هذه المرحلة أن نتمنى أن تكون مرحلة قصيرة باعتبار لابد من العودة للوضع الطبيعي بعد انتهاء هذه المدة الاستثنائية كما وعد بذلك سيد الرئيس الجمهورية لذلك بالحديث عن الإصلاحات من المنتظر أن تضع الحكومة إصلاحات لكن إلى أي مدى الحديث عن الإصلاحات هو منطقي يعني بمعنى آخر هذه حكومة تدابير استثنائية لا نعلم هل هي حكومة ستة أشهر حكومة سنة أكثر من ذلك كيف يمكن وضع وتنفيذ إصلاحات خصوصا إصلاحات اقتصادية واجتماعية من دون جداول زمنية محددة يا سيدي أولا الحديث عن الإصلاحات بالمفهوم الشامل مسألة غير دقيقة لأنه لابد أن نحدد ما هي هذه الإصلاحات المطلوبة نحن في تونس منذ عشر أو واحدة سنة نسمع بأن الاقتصاد التونسي في حاجة الإصلاحات في حاجة لمنواء الإقصاد الجديد في حاجة لكثير من الشعارات التي نسمعها هنا وهناك ولكن لا أحد حدد ولا أحد فصل هذه الإصلاحات المطلوبة الآن البلاد تعاني شح في الموارد وهي في حاجة إلى تعبيت موارد من أجل سد الفجوة في مزانية الدولة لمواجهة مسألة الأجور والاستحققات اليومية وسداد الديون وتوفير الدعم للمواد للعائلات الضعيفة والمفقرة هذه طبعا كانت الحكومات السابقة تعتمد على التدائن والذهاب إلى صندوق النقد الدولي والسوق المالية العالمية من أجل إيجاد موارد وهذا أثقل كهل الميزانية في خدمة الدين وأثقل باعتبار أن الدين تجاوز مستوية غير معقولة بالمقارنة للناتج الوطني الخام طيب لكن ما العمل سيد مسيليني؟ السوق الداخلية في تونس لا تستطيع أيضا أن توفر احتياجات الدولة التونسية ماليا والتي تقدر بعشرة مليار دينار وربما أكثر يا سيدي هناك حلول الحلول موجودة ويمكن أن نقدمها في حصة خاصة في تونس ولكن على الأقل لابد أن يكون هناك لابد أن يكون هناك جهد وطني داخلي حتى نجد حد للهرولة نحو التدايل أنت تعرف أن موضوع الاقتصاديات التي تعتمد على الدين ولا شيء غير الدين من أجل توفير موارد الاستهلاك اليومي للمواطن والميزانية والمصالح الدولة لن تخرج من هذا المعزق لذلك لابد من وجود حلول وطنية داخلية تعتمد على الموارد الوطنية والموارد الوطنية مهمة أنا أعطيك رقم بسيط بعض الخبراء يقدرون كلفة الفساد باثنين نقاط نمو في السنة لو نستطيع أن نوفر نقطة ونص أو نقطين نمو في السنة من خلال مواجهة الفساد ستتحسن الأمور تدريجيا عودة للعمل وتحسين الإنتاجية إصلاح منظومة الجباية مقاومة اقتصاد الريع وهو اقتصاد ضارب أطنابة في هذه المنطقة يعني التحكم في التوريد كل هذه الأشياء وحلول أخرى كثيرة جدا يمكن أن نعتمدها على الأقل في مرحلة أولى حتى نرسي توجه عام للإصلاح لأن استمرار الوضع لم هو عليه الآن لسنوات طويلة الحل الوحيد فيه يكون للتجاه إلى الاقتراض وانت تتغير جيدا سيدي الاقتراض مع التصنيف السيادي الائتماني لوكالات التصنيف الائتماني في تراجع نتيجة الوضع السياسي والاجتماعي في البلد وفي المنطقة وفي الإقليم هذا يؤثر على كلفة التداين عندما نخرج على السوق العالمي الآن نستطيع أن نعبي موارد مالية كثيرة جدا وحتى أن نعبيناها نعبيها بكلفة عالية جدا نتيجة خدمة الدين الآن لابد من حلول وطنية كما فعلت كثير من الدول التي حتى تخرج من ماذا نحن لسنا مع قطيعة مع المؤسسات المالية العالمية ولسنا مع القطيعة مع الصدوق المالية العالمية ولكن لابد أن يكون هناك مجهود وطني ينمي القدرة التونسية لتوفير الموارد ويجعل عملية تنشيطية لإقصاد التونسي حتى يخلق الثروة وحتى يخلق فروس العمل وحتى يواجه البطالة لكن هذا لم تفعله كل الحكومات السابقة مرت على تونس ربما من عام 2011 عشر حكومات أنت كنت وزير في إحدى هذه الحكومات هل هذا أمر بالإمكان تحقيقه في هذه المدة من نجلا بودن؟ لا طبعا نحن لا نطلب من هذه الحكومة أن تحقيق كل هذا أنا أعطيك تفسير بسيط أن الحكومات التي مرت عن هذه الحكومة تتقدها المينية وهي كانت تسعى للسيطرة على الدولة أكثر والأقل نحن في الفترة القصيرة التي مررنا بها من الوزارة حاولنا أن نرسي ليس المجال للحديث في إطفاف صيحة ولكن حاولنا أن نرسي مسار إصلاحي حقيقي ضمن وزارة التجارة حتى نتحكم في قفة المواطن أي استهلاك المواطن وتمكننا في فترة قصيرة جدا أن نجعل الأسعار في متناول المواطن ويمكن أن تسأل في الشارع التونسي كيف كانت الأسعار تدف الفترة التي كنا فيها على رأس وزارة التجارة وهذا كان توجه حكومي وليس توجه خاص بي كوزير تجارة وليس أيضا توجه أيضا طبعا كانت هناك وثيقة تعاقودية بين الحزاب ونحن في حرك الشعب أولى الأولويات التي وضعناها هي خدمة مصالح الناس لذلك أعتقد أن التوجه العام ومن خلال الكلمة التوجهية التي توجهها بسيدة الجمهورية يوم أمس كان هناك جملة من النقاط الهامة منها إرجاع الدولة لشعبها من خلال تطبيق قانون على الجميع منها محاربة الفساد منها إصلاح الخدمات التي تقدم للمواطن من صحة من تعليم من نقل من كهربا من خدمات اتصال إلى آخره ومنها أيضا فتح المجال للمستثل حتى ينمي الاقتصاد هي بكل تأكيد تحديات وانتظارات كثيرة مطلوبة من حكومة نجلة بودن في هذه المرحلة بكل تأكيد أشكرك جزيلا من تونس محمد المسيلين يدركنا الوقت تماما وزير التجارة الأسبق القيادي بحركة الشعب شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا